السلام عليكم أخوان إن شاء الله رأيكم بخير أعطيكم صحالة رأيكم تبعودي زيت بول سنتحدث عن المباراة بين الجزائر و جيبوتي ربحنا 8 أهداف مقبل صفر مباراة بإتجاه واحد يكون لديك جوار كما هذا قبل أن تشاهدون العزيمة سيكون لديك جوار كما هذا تشاهدون دخل في التيران عباك باللي راح تربح 80% ويتشاهدون يغنيون النشيد الوطني ديجا كنا ربحين في النشيد الوطني كنا نغنيون قصة ما نكون ربحين بدو زيرو مباراة جميلة إن شاء الله تتبعوا مليح الفيديو رح نهضر على أمور كرة قادمة يعني رح ندخلوا في العموقات إن شاء الله تعجبكم تتبعوا معايا أولا جيبوتي دخلوا بالنية يتضغطوا علينا والمدر بتاعهم قالها قالها باللي دخلنا باش نتضغطوا ومن بالماضي في الندوة الصحفية قال باللي كانوا حابين يتضغطوا علينا وجينا وللانستعنت ما خلوناش نخرجوا بالكورة بكل أرياحية عندما خلوناش نطوروا اللعبتنا كانوا يتضغطوا فينا بالضغط لهم مبون ما ما مشات لهم شي وكان صحفي قالوا بالماضي خرجوا لهم واحد هل كنت تفوصيلكش النتيجة هذه ولا هل كنت تسهلتنا الأمور بالماضي قالوا لو كان قاعدوا بحداش وكملوا يتضغطوا علينا وكان خلوهم مساحات في الدفاع ومن بلك تجينا أسهل المباراة تسما جيبوتيكي ما ديرت حير نحي لهم جوهر زيد لهم جوهر بالماضي نخذل احتياطات وكل كسوا السيناريو اللي يخرج دونك فوالا فلسفة الفريق الوطني وهي الضغط على الحامل الكورة الضغط على المنافس وكما راكم تشوفوا في هذه اللقاطة نحن نهضروا على الضغط اللي مارسوا الفريق الوطني على جيبوتي ضغطنا عليهم بالمهاجمين ذلك الضغط عالي شوفوا بونجاح هنا وقدرنا نسترجع الكورات بالضغط العالي سليماني وبونجاح داروا يعني خدمة كبيرة لفوق الضغط على حامل الكورة في وسط الميدان هنا شوفوا بالنصر كيفاش ضغطوا تشيط على وسط الميدان ما خلالهم شي رولانسي وتحولت إلى هجمة وبونجاح نطلق مباشرة نحو المرمى وخلق فرصة للتسجيل هنا كيف كيف شوف سليماني كيفاش يضغط على حامل الكورة الذي كان أبليجي يرمي الكورة لم أرى مبعوين كان يمرر الكورة وسترجعناها في وسط الميدان وتحولت مرة أخرى إلى فرصة هدف هنا زفان دارتمريرا ضيعنا الكورة شوفوا ليطادي سبقيت على الفريق الوطني كانوا عندهم العازيمة اللعبوا وشغل مع كوديفور أو الكاملون ضيعنا الكورة مباشرة نربع لعبين على حامل الكورة هنا في هذه الوضعية لكي يضغطوا عليه ويحولوا الكورة تضر مرر زادوا وضغطوا عليه حتى ينجز الرقيب لكسر اللعب هنا تانيت بو نجاح ضغط على حامل الكورة وتحولت إلى فرصة للتهديف سليماني رجل المباراة يعني هو اللي ما حبسش الضغط شوفوا هنا عاودي ولي للور لكي يضغط على حامل الكورة ونعاودي ونسترجعوها هنا كيف كيف شوف كان يلعب دور وسط ميدان سليماني شوف هنا لما نضيع الكورة زفان مرأ أخرى يدر توزيعها نضيعها شوفتوا تسويت بو نجاح يضغط على حامل الكورة هنا زروقي حبس الخروج بالكورة الجيبوتي ثم هنا كان يضغط عليهم في منطقة ١١٨ نميت ثم لا تزغج هنا كيف كيف جاء وطالعين بالكورة جيبوتي وحبسناهم في وسط الميدان بزروقي وعاودنا تشوف طاح عاودنا تزاد حبسهم مرة أخرى وزروقي لدر مباراة بطولية البارح مع الجيبوتي ما شاء الله وهنا وضعي أخرى في شوت تاني كيف كيف بو نجاح يسترجع مع محارز وتحولت إلى فرصة للتسجيل من التوزيعات عبو نجاح كانت فاشلة للأسف كان أمر آخر وهو التحركات حبيت نظر لكم عليه شوفنا تحركات تعكورة حديثة ابن ناصر سليماني بن سبعيني مام زفان محارز شوفوا هنا بن سبعيني راح يتحول للأمام مباشرة شوفوا التحرك عبو ناصر كيف يروح يدير التغطية هنا كيفاش نعود لكم بالعرض الباطئ شوفوا يتحول إلى الهجوم وبن ناصر يعاود يتمركز في المنصب ابن سبعيني باشيا سيوري لكوفيرتوش شوفوا بالليل المتخب الوطني عنده لزوتوماتيزم يتحركوا ككتلة وهذا الأمر إيجابي جدا هنا بالليل يضيع الكورة يتحولوا إلى الهجوم جيبوتي شوف التغطيات ابن ناصر تتسويت يحبس لك الهجمة هالو كان ما عندناش ابن ناصر هو اللي كان نشاهد الفريق هو اللي كان نشاهد اللعب ما شاء الله على ابن ناصر هنا نرى التحرك التحرك بالكترول بالكترول والتحرك على زفان الذي يمكن محرز لكي يتحرك بكل أرياحية ويقدر يمرر الكورام بعد السليماني نعودها في العرض الباطئ شوف الخدمة على زفان والمدافع لا يتعطي محرز ويجعله يتحرك على خطر زفان هو اللي لطلب الكورة من هذه الجهة تجد الديفنسور في أخذ القرار في محرز لكي يراقب الكورة بأرياحية ويخزر بعد لمن يعطي الكورة كان عنده الوقت هناك كورة طويلة كيف كيف المحرز كنترول وكيدا الكنترول تعالى يرى كيف يرى كيف يرى شخص وزفان جاءتوا من بعد كيف يتفاهم كبير بين اللعبين وعندهم لزوتوماتيزم كما قلت لكم وتحولت اللقطة إلى كورة هادف كما مالفين يعني عندهم تحركات نحو الأمام كي يربحوا الوقت كي يخلقوا مساحات وكما كان الحال هنا هناك هناك زروق يعطى المحرز وشوفوا زفن اللي دران دي دبلوما طلب الكورة من هذه الجهة كي يخلقوا المساحات المحرز ويجعله يلعب بكل أرياحية من الجهة اللي ملايكي كيف كيف بالليل كنت عنده الكورة دايما تشوفوا بن سبعيني دي دبلوما من جهته لكي يخلقوا المساحة في الرواق وهكذا اللي جاء الهدف الثالث تعبن سبعيني هنا لقطة أخرى من بن سبعيني اللي دلن دي دبلوما البالليلي اللي اعطالوا كورة دقيقة وتحولت إلى ضرب الجهازات تعبوا نجاح كما لكم تشوفوا اللي دي دبلوما اللي دي دولوما تشوفوا الأظهر عندما يطلبوا الكورة وعندهم تحرك كلاسيكي بالنسبة لا دكي جدا ويخلق من المساحات أنا أريد أن أريكم التحرك مع سليماني سليماني الذي كانت دائما يجب ه يحبط لكي يجيب الكورة وشوفوا هنا في هذه اللقاطات والأمر المرعب عندما ترى سليماني في الميليوتير يطلب الكورة وما بعد ترى في 18 متر كيف حالك يعني أطاكم في منتهى الرواعى سليماني عندما يحترام سليماني اللعب وسطوري الفريق الوطني هنا البيت ترى توزيعات بالليلي شابة ومشارة سليماني لا ترى التحرك بالنسبعين الذي أريد أن أعطي حلول بالليلي دار نابل ترى طلب الكورة بالكورة بالكورة توزيعات بالليلي في منتهى الرواع ومشارة سليماني لا أريد أن أريكم برك التحرك على الظاهر وأهمية الأظهرة والتحركات يخلقوا مساحات ويعطوا حلول للمهاجمين يا أخويا البارح ومشارة جمني في الكيب ناشيونال سيتيكي طاكا والله العادي متبادل كوراوي تمريرات قصيرة تتمتع ولا أغير تمتعت البارح كان يقولوا للمنافس ضعيف ما على بل بليش بهم يا أخويا المهم سنطوروا في كرة سننمرسوا كرة حديثة بتبدل كوراوي كرة قصيرة اللعب الجزائري اللي نحبه نخليكم مع اللقاتات اللعب الجماعي اللي شفناه البارح كانوا يديروا تمريرات ما يمشي تمريرات باش ندير تمريرات برك كانوا يديروا تمريرات اللي كانت تأدي الى هدف وهذا الأمر إيجابي جدا وعلى بي عجبني الحال البارح الموت شباب بزاف شوفوا اللقطة هذي اللي يباس كيفاش البالون اللي يجوز على زروقي وعلى الميليوتيران لديفونس ما شاء الله يا أخويا ما شاء الله بادي نحضروا على الأمور السلبية الأمور السلبية التي نغطحت موقعها نبدأ بأرضية الميدان كاريثية نحضر عليها بالماضي لا يظهر مني لا تتخبر التفاصيل متبهديل يعني نعم نعطي موه هناك نشاهد تيران بكل ألوان وهذا شيء ما يفرح يا أخويا ما يفرح غد الأمر السلبي آخر وهي البطاقة السفرطي شغل نورمال حاضروا على هذا الأمر هذا بالماضي رو يحضر فيكم ثم تحاضروا في التيران لذلك ربيت هذا ما يا أخو داروا فينا حاله داروا فينا حاله دوقنا حاضروا على الأمور السلبية على الجوار ليش تهم يعني ما عجبونيش على بل برح تزعفوا لي يا أخو ينقولها زفان خلا مساحات كانت عندهم لقطة واحدة جيبوتي واللقطة هذيك جات من جهة زفان كان متأخر في بعض الأحيان وخلا يعني مساحة كبيرة يقدروا يبغطونها بها هو دار مباراة جيدة مع هذا هذي اللقطة واللزوج ما يسينون ضيع الكورات يعني التوزيعات تاعه وقع كانت فاشلة ما داروا ولا توزيعات صحيحة وحسبتهم ما في الماتش ما دارتهم لكمش ما تقدروا تعودوا تشوفوا الماتش لسنتر تاعه وقع لطاهم توزيعات وتمريرات الخاطئة ولا ما عجبنيش بزاف زفان من الجهة اليومنا الله غالب دوك على بل برح تزعفوا لي ما كشف المستوى البارح دار مباراة جميلة ما المنافس كان كان نتواضع لو كان مع بوركينافاس ولا الكامرون الغلطات تاعه يقدروا يكلفونها أهداف ذوكي فولا النقطة السلبية التانية وهي بونجاح اللي كان شبح البارح ما شكل بعض الخطورات غطع المنافس ما ملعبش دور تاعه كما يلزم على بالي بليراني قاسي شوية على بونجاح كينا رح يزعفوا عليها من قولها ما كشف المستوى البارح كان عنده بمسير تأثير في الهجوم كان يضغط كان يخلق مساحات السليماني كما رأيكم تشوفو هنا سليماني استعمل بونجاح شوف دخل في منطقة العمليات وستعمل بونجاح اللي كان واقف باش يجيني الديفنسور ويدي الكنترابيل تاعه كما رأيكم تشوفو هنا يعني هادي سيفريمان الرأس حربال اللي عنده الخبرة استعمل يعني بونجاح باش يجيني الابيل تاعه ويباق المدافع اللي كان يرقب فيه ماذا بونجاح ما كشف المستوى البارح ان شاء الله زهاني بارح 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 والأمر الإيجابي الثالث وهو زروقي لدى المباراة جميلة البارح وبيانسور بالماضي المدرب المخضرم المدرب العبقاري هذا هو قلب الحبة بالماضي ربحين ثمانية ما زالوا حاب نزيد لهم بيت وما زالوا شغول مستريسي في ديكت البودالاء ما زالوا يلعب شغول ويلعب مع كوت ديفور وانا خاسرين دو سبحان الله هو بلا كان حاب يزيد يربح باربعطاش ولا خمستاش زيرو ما شاء الله على بالماضي وانا درت لكم هذا الفيديو اعطوني رايكم في التعليقات ان شاء الله تكون عجبتكم وقلكم على بقشين صحيتو